أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليدي وننتقل إلى قانون أوسفالد للتخفيف يستطع العالم أوسفالد أن يطبق قوانين التوازن الكيميائي على نظرية التأيون لأرهنيس ووضع قانونا يمكن بواسطته حساب ثابت التأيون K من خلال قياسات التوصيل الكهرب لنفترض أن لدينا مادة إلكتروليتية رمزها B A وتتأين حسب هذه المعادلة لتعطي آيونات B الموجبة وآيونات A السالبة عند بداية التأيون يكون التركيز الكل لB A مساويا لC بينما تكون تركيزات B وA صفر لأن التأيون لم يبدأ بعد بعد مرور فترة من الزمن وحدوث التأيون ووصول التفاعل لحالة الاتزان فإن تركيز المادة B A يكون 1 ناقص ألف ضرب C بينما يكون تركيز A وB متساويا ويعادل ألف ضرب C من قانون التوازن الكيميائي فإن K وهي ثابت التوازن يساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات إذن فإن ثابت الاتزان سوف يساوي تركيز B ضرب تركيز A تكسيم تركيز B A إذا استعدنا عن تركيز A B وB A بما هو موجود هنا فسوف نتحصل على أن ثابت الاتزان يساوي ألف ضرب C ضرب ألف ضرب C تكسيم واحد على ألف ضرب C إذا أخذنا ألف عاملا مشتركا في البسط واختصرنا السي مع سي فإن النتيجة سوف تكون ألف طربيع ضرب C تكسيم واحد على ألف إذن يمكن كتابة هذه المعادلة بطريقة أخرى إذا أخذنا في الاعتبار أن ألف وهي درجة التأيّن تساوي التوصيل المولاري تكسيم التوصيل المولاري عند التخفيف اللانهائي بذلك يصبح ثابت الاتزان يساوي في صيغته النهائية التوصيلية المولارية تربيع ضرب C تكسيم التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي ضرب التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي ناقص التوصيلية المولارية إذن من هذا القانون وهو يسمى بقانون أوسفال للتخفيف نستطيع حساب ثابت الاتزان لأي إلكتروليد من خلال قياسات التوصيل الكهربي ومعرفة قيم التوصيلية المولارية والتوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقر الكيميا الكهربية في دروس لاحقة